من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة دروس أخبار معلومات سناب مصطفى لايف هذا البرنامج أول خطوة إذا شغلت البرنامج أول شي تضغطون على ذي شوفوا تطلع لكم الخيارات ضغطوا على القمر الصناعي على أساس يحول لكم شو شون حتى تطلع لكم المعالم أكثر هنا في اختصارات مثل ذلي لو ضغط على ذي يطلع لكم مطاعم بنزين وهكذا لكن احنا ما نبيدي خلنشوف مثلا نقول نقول مثلا نحن بمكتبة جرير مثلا نكتب طبعا ها يطلع لك الأشي اللي انت بحثت فيها من قبل خلنروح نقول جرير خلن نكتب جرير طيح هو يستعرض لك شي اللي أقرب لك تدريجيا لو انت ضغطتي على بحث شوف شون رح يطلع لك الأقرب الأقرب تقريبا ويعطيك بياناتهم مثلا الوقت والمكان طبعا دائما اللي يكون فوق هو الأقرب وكل ما تنزل يكون أبعد 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 خلنشوف احنا الأقرب ذي هنا طبعا الاتجاهات لو ضغطت عليه يعلمك شون الطريق وكيف بتروح وشو بيمر عليه لو ضغط لو ضغط البد طبعا حفظ لو قلنا حفظ يحفظ لك ياه في عندك الأماكن المفضلة في هنا مثل يحفظ لك ياه شوف ما الأماكن المفضلة طيب ولو خلنا نقوله نقول البد البد يعني خلاص بنطلب طبعا عادة يعطيك هنا إذا كان متجر محل تجاري يعطيكم معلومات عنه يعطيكم معلومات عنه أنت يفتحوا إذا في لهم رقم تلفون ومعلومات ولو تنزلون بعد تحت أو عفوا تعليقات ستشوفون تعليقات الناس اللي زاروا هالمقام إذا حد عنده تعليق أو الكلام طيب الصوة طبعا وهكذا خلنا نقول إحنا نرجع الأساس اللي هو البد الآن خلاص طبعا تروحوا إلى المكان إلى هذه الوجهة تضغط البد طبعا هذا نقطة اللي إحنا الآن موجودين فيها والخط الأزرق هذا الخط اللي إحنا راح نمشي عليه شوفته الخط الأزرق هذا اللي إحنا نتابع نمشي معاها الخط طبعا إذا كنت تمشي بعلمك وين أقول ما أنتم تمشون تمشون مع الخط الأزرق هو طبعا وينتم تمشون بتكون شكل سيارة أو شكل الرمز أو نقطة تمثل تمثل سيارتك هذا تمشي طب لو مريتوا على جزئية تشوفون شوفوا هاللونين اللون الأحمر يعني المكان مزدحم جدا جدا مزدحم طبعا هذا المثلث يعني إن هذا الآن موقعي أنا قد يكون مثلث قد يكون نقطة قد يكون سيارة تقدر تغيرينا يعني أوكي مو مشكلة طيب مثل ما أقول أنتم تمشون مع اللون الأزرق طيب انتبهوا أنتم تمشون مع اللون الأزرق أحيانا في بعض الطرق أنتم تمشين أوكي إذا تلاحظون شوف الخط الأزرق هو قاعد يمشي هنا هالجهة قاعد ينحني يسار شوي شوي معنات أنه راح تنحني معه يعني راح تطنعي من هالشارع الفرعي إلينا الشارع الرئيسي شوفوا لاحظوا شوي منحني أوكي كل ما ينحني خلوكم مع اللون الأزرق طيب طيب العلامة اللي تطع على جنب ذي الصغيرة قد يكون شوي شون سهم ذا يروح يمين أو يسار هذا قاعد يقول لك أنه فيما بعد قدام بعد هالكثر متر هالكثر كيلو راح تلف يمين يجيك منعطف يمين أو يسار أو سيدة أو تنحني فذا يعطيك يعني ينبأك مسبقا الطريق اللي انت بتروح فيه اللي فوق هنا دايما ذا يعلمك الخط اللي انت فيه أو الشارع اللي انت فيه السهم ذا قد يروح يمين قد يسار يتحرك على حسب فذا قاعد يوجهك يمين يسار أوكي هنا طبعا تحت إذا تلاحظون هنا يعطيكم الوقت المتوقع وصوله توصن بعد هالكثر ساعة بعد هالكثر دقيقة هنا المسافة المتبقية كي ام اللي هو كيلومتر مسافة المتبقية هنا ذا يعطيكم تقريبا وقت الوصول ولو ضغطت على فيه هنا الدائرة قد تكون شعار ثاني يعلمك هذا خطك يقولك انت راح تنشبها القيفية تقول لا يعاد التوسط على اساس ترجع إلى ما كنت عليه العلامات الثلاث ذا لو ضغطت عليها يحرق لك الخريطة بعدة اتجاهات يقولك كيف تشوف طريقك من هنا كيف تشوف الخريطة من هنا يحرق لك يحرق لك إياها من زين اللي فوقها هذا تبع الصوت أنا شخصيا ما أشغل الصوت لأنه في ناس يشغلون في ناس ما يشغلون على حسب على اساس يقولك انتبه روح يمين روح سيد بس عد ما يتقول شي ده من زين المكبر ذا لو ضغطتوا عليه راح يعطيكم خيارات يقولك والله تبع على الطريق يتمر على احدى ذاله احدى ذاله يطلع لك إياهم فيضيف لك إياها هذي تبع الخط يخلوها عنكم من زين وأخيرا انتبهوا الجوال عادة تستخدم خريطة ولا تستخدم اتصال الكاميرات أو المرور يصيدك يقولك انت قاعد تستخدم الجوال ممنوع لذلك إذا كان بارز ممكن يعطيك مخالفة فالأفضل انك تخلونا أي مكان تحت أو تخلونا أحد مسكة شوف لكم الطريقة لأنه يعتبر الانشغال به مخالفة ميزة حليوة الكثير ما يعرفها أو ما يستخدمها في الجوجل ماب اللي هو في الخرائط فرضي أو أفرض انك رايح مجمع سوق مكان أي مكان علشان ما تنسي وين وقفت السيارة تقول الله نعبي أحفظ مكان موقف السيارة عشان أقدر أرجعنا شوفوا اللي وريكم بعد ما توصل إلى وجهتك أوكي شغل الماب أوكي شفتوا هالنقطة الزارقة ذي النقطة الزارقة اللي تحت أوكي اللي هي ذي شفتوا هذي ذي صح لمسة واحدة بس جد لمسة راح يطلع لكم خيارة هنا تحت مكتوب حف كموقع موقف السيارات اضغط عليه حف كموقع موقف السيارة راح يطلع لك في الخريطة شو مكتوب أوقفت سيارتك هنا خلص راح الحين أي مكان لجيت ترجع شغل خرايط راح يطلع لك نشو حرف البي الأزرق بالقرب شو مكتوب أوقفت سيارتك بالقرب هنا هذا هنا يجيبك نفس المكان تجي تمشي الزائل حلوة في الخريط مثلا أنت قاعدة مع ربعك وقال لك أخوت حمود فطم قموا عيني وصليني المكان الفلاني أنت قاعدة زي أنت بيتعرفين الطريق زحمة ولما بزحمة عشان تقررين لا يكون يدبسج في الطريق شو تسوين أوريك تشغل الخرايط وانت قاعدة مقارك وانت قاعدة مقارك في البيت قاعدة مقارك تكتبين والله وين بروح هو مثلا بروح مطار ملك خالت مثلا تقولين أوكي يا الله أبدأ خلنشوف وتشوفين الخط الأزرق تشوفين تمشين وانت قاعدة مقارك وشفتي جزء هنا أحمر تقول أوه ذا زحمة هنا عند مخرج أربعة زين تمشين بعد أوه هنا زحمة كل ما يزيد عندك اللون الأحمر كل ما يعني أن الطريق اللي بتمرين وعلى ضوءها تقدرين تقولين الله الحمول ديك أخذلك كريم أنتك على الله أو بواصلك تخيري عاد يوم من الأيام خودش يحتاجش تواصلين والله الدنيا تغيرت بأن هالتطبيق الجوجل ما بيشتغل بالأنترنت ولكن في خاصية حليا ولو أنت بتسافرين مدينة ما مكان ما وهل في هالمدينة ما راح يكون عندك أنترنت تقولوا والله أنا بنزل خريطة علشان أقدر أستخدمها بدون نت ذي ميزة حلوة أوريكم ياها مثلا بتروحين إدبي إدبي ما عندك أنترنت تنزيل خريطة وتقدرين تتصفحين إذا وصلت إدبي تمشين على الأماكن والخرائط وانت منزل عندك في الجهاز إشلون خناوريكم أزلت الخريطة مالت البحرين رحت البحرين إشلا أنت رجعين لها تقول الله يخلنا يلا أتصفح تضغطين هنا شفتوا فوق هنا وتروحين حق خرائط بلا اتصال أنترنت بتلقينها فوق هنا لو ضغطت عليها شوفها الخريطة هو مسميها الخريطة واحد الخريطة ثان فأحسن شي تغيرين اسم مثلا هال هنا طبعا هو يقول لها تحدش 29 يوم بعدين تنهذف فتدخلين عليها وتضغطين على القلم وتغيرين الاسم مثلا تكتبين البحرين حف خلص الآن عندك هذه خريطة البحرين بنزلة أي وقت تروحين تجيين طبعا أي مكان في العالم بس البحرين حتى لو مدينة أخرى تحفظينا قرنا بداية الفيديو ذه بأن تقدرين تحفظين الأماكن زين ما تطعش تحت كلمة حفظ صح شفتوها زين هالأماكن اللي حفظتين شون ترجعين لهم تضغطين على اللي فوق هنا وتروحين إلى الأماكن المفضلة يفترض هنا طبعا إذا أنتم سوي قوائم كذا تطعلك الأشي اللي أنت احتفظتي وبذلك نكون خلصنا واختتمنا هال تغطية ماليش أسميها على كل حال إن شاء الله تستفيدون منها طبعا البرنامج فيه مزايا وخصاص واجد جدا بس أنا حاولت أختصر وأنا أعتذر على الإطار حاولت أختصر عساس أعطيكم الأجزاء المفيدة وللو تتبحرون فيه وتلاقون فيه أشي هب ششة أشيت ما تخلص دمتم بود موفقين مجر زين النسائي لمستلزمات السيارة وفري مزيدا من الوقت والجهد واحصلي على ما يلزم سيارتك بخيارات دفع متعددة ومزايا إضافية السيارة ما يحتاج تروحين السوق للطلب الآن